اشتركوا في القناة يطلق الحكم الجنوب افريقي فيكتور جوميز بداية او صفارة بداية اللقاء نهائي دوري الابطال النادي الاهلي بطل القرر افريقية لعشر مرات وايضا نادي الوداد البيضاوي المغربي كلام كتير جدا وحاجات كتيرة جدا ولكن كالعادة ودايما مفاجأتنا خلينا نطلع المغرب على طول المرات انا اللي هكون مع حضراتكم بقى من المغرب مش فاروق بس يعني احنا دايما بيبقى عندنا مرسلنا وعندنا اصدقائنا وزملائنا موجودين هناك لكن النهاردة مش هما اللي هيكونوا موجودين بس لكن انا برضو حكون معاهم في المغرب مش معنا هما يعني الناس كلها بتقول لي انت ما سافرتش ليه انا ما سافرتش عشان انا الموضوع بالنسبة لي سهل جدا الموضوع يعني فيش اسهل من كده ان انا بقف هنا في نفس المكان في نفس الستوديو في نفس الوقت انا موجود فين؟ في المغرب زكا فاروق حب دي الله على السلام يا كابتن اسلام نورت مركب محمد الخامس وكازابلانكا نورت مركب محمد الخامس يا كابتن اسلام نورت المغرب وكازابلانكا وان شاء الله يعني وشك حلو علينا من هذا الملعب ان شاء الله هنعوب بالبطولة الحديثة عشر بإذن الله حبيبي يا رؤى يعني طبعا احنا كلنا تفاقل كلنا مبسوطين كلنا سعاداء انت النهاردة واقف في ملعب بسم الله ما ان شاء الله ملعب جيد ملعب النجيلة بتاعته جيدة اشرح لنا الاجواء الاول لان انا عارف ان انت معاكم فراد للبيت الكبير النهاردة التشكيل نادي الوداد بنسبة 99% ولكن قلنا برضو الاجواء اللي انت واقف فيها يعني اكيد الاجواء اللي انا موجود فيها يا كابتن اسلام وحضرتك سامع معايا صوت الجمهور برا اللي واقف يعني خارج ملعب مركب محمد الخامس انتحاضك سامع معايا افريقيا يا اهلي ونداء يعني بالدم بالروح الافريقيا مش هتروح يعني الاحساس ده كابتن اسلام يعني انا عايز انزل الملعب عايز العب كيدي حضرتك يعني متمرس في هذا الامر وشايف احساس جمهور الناد الآلي انا بالنسبة لنا يا كابتن اسلام الاتفاقل اللي ارتفع معايا جدا بعد ما شفت جمهور الناد الآلي حالة الملعب زي ما حضرتك شايف يعني ارض الملعب والجو النهاردة ويعني درجة الحرارة ان شاء الله دي المنتظر هكون غدا باذن الله عندنا طبعا امور كتير يا كابتن اسلام الاتفاقل اللي ما بين اللعبين كابتن محمود الخطيب اللي تشوف على ملعبها يا كابتن اسلام طبعا امور كتير جدا بتغني على اي كلام انا حاسس بالراحة والتغطيات اللي انتوا عاملينها وهي تغطيات رائعة لحقيقة كل جمهور النادي الآلي بيشيد بيها بالمناسبة بتحس ان اللعبها يعني لا مريحين كده تحس ان وشهم متفائل لما هو قادم ان شاء الله تكون ال 11 جوى النادي الآلي بص يا كابتن اسلام حضرتك كابتن وواحد من كابات النادل وكابات المصر انا اقول لحضرتك على يعني احساسي انا كفاروق وكيد حضرتك مرت بهذا الامر كتير جدا انا كنا يعني كأي واحد من جمهور النادي الآلي اه خايف وعلى البطولة وخايف من حاجات كتير لكن احنا استمدنا الثقة والتفاؤل من وجوه اللعبين حالة الارتياح اللي على وجوه اللعبين انعكست علينا احنا يا كابتن اسلام بقيت تطلع في مدخلاتك في رنكاتك انت طالع منعكس عليك التفاؤل اللي في بعثة اللي نادر قال لي حاجة مهمة جدا يا كابتن اسلام وجود الكابتن محمود الخطيب وحضرتك عارف هذا الامر بيفرق معنا كتير جدا كابتن محمود الخطيب في كلامه في نظرته في حديثه معنا الامر بيختلف جدا بيدينا انعكاس كبير جدا حالة التفاؤل بتنعكس علينا الامور دي يا كابتن اسلام كلها بتبقى انعكاس علينا اكثر من رؤية ادتنا حالة كبيرة جدا من التفاؤل صوت الجمهور اللي حضرتك سامع معنا من هنا خلف ملعب مركب محمد الخامس بيدينا التفاؤل احلى حاجة في الديد الواحد يعني انا متزعلش مني انا مش سامع انا بسمع صوت الجمهور يعني انا مش مركز في اللي انت بتقول انا بساجئ مركز في صوت الجمهور ومنتهى السعادة وقدي الواحد بيبقى لو تقدر توصل لنا اكتر يعني انا نفسي اطلع اسلم عليهم واحد واحد والله والله يا كابتن اسلام جمهور النادي الاهلي ده يعني ترفع له قبعة الاحترام في كل وقت وفي كل مكان شفنا مواقف كتير جدا انا كابتن اسلام خلال هذه الرحلة او تواجد الاهلي في المغرب مرة في التدريب يبقى موجود واحد مشجع فقط مشجع واحد ألاوي واقف في المدرج بيشجع بصوته بمئة ألف وانت خارج من الملعب مشجع آخر واقف بيشايل عالم مصر طبعا اللي كلنا بنلتفه او مصر كلها تلتف كلنا خلف النادي الاهلي شايل عالم مصر وبيشجع النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب اصر يقرم الاولاني ويدي له تذكرة الحضور للمباراة داخل ملعب العرب الزولي والتاني الكابتن الخطيب اصر ان هو يقرمه ويجيبه لمقر اقامة البعثة ويدي له تشيرتل للنادي الاهلي بدأت الاعداد تتوافد علينا يوم بعد التاني الطموح وسقف الطموح يعني من خلالنا بيرتفع مع نظرة اللعبين مع السقة اللي في الجهاز الفني مع النهاردة الكلام اللي شفناه في المؤتمر الصحفي وان وليد الرجروجي يتكلم يقولك النادي الاهلي اللي بيجيد هذا المباراة الكبيرة وانا سعيد ان انا بلعب مباراة قدام النادي الاهلي ممكن بعض الناس تاخد الكلام يا كابتن اسلام بطبيعة الكورة ان هو تنويم مغناطيسي لكن هو بيتكلم على واقع وبيتكلم على حقاية مستر بيتسو موسيماني ايضا في كلامه قال ان انا بحترم فريق الوداد النادي الاهلي في اخر 6 سنوات بلعب 5 انهاء دور ابطال فريق الوداد بلعب في اخر 6 سنوات 3 انهاء دور ابطال اعتقد معطيات كتيرة جدا يا كابتن اسلام نتمنى تترجم في التسعين دقيقة داخل ارض البلعب الملعب اللي احنا شايفينه قدامنا ده فريق برضو يعني ملعب على اعلى مستوى من ناحية النجيلة وناحية المدرجات وناحية كل حاجة يعني الملعب ده يعني اشرح لنا الاجواء من ساعة ما دخلت يعني حلو جدا جدا لانه في النهاية لازم نقول الناس هو ايه اللي بيحصل خليني بقى اوضح لحنا رحلو طموة جدا لكابتن اسلام انا شايف كنت شايف اشرح للناس بقى نوضح للناس او جمهور النادي الالي ده مركب محمد الخامس اسلام طبعا بيتسع لـ 45 ألف متفرج خارج الاسلام فيه يعني جاراج سيارات او باركينج بيتسع لألفين سيارة على اليمين او تلتا يمين هتبقى هو مكان اقامة فريق جمهور للنادي الالي اللي هي جماهير تلتا يمين الممر اللي على اليمين ده يبقى مكان دخول جمهور النادي الالي مقاعد النادي الالي هتبقى على يمين المقصورة طبعا تم تغيير مقاعد النادي الالي من المكان شمال المقصورة ليمين المقصورة طبعا مع التعديل اللي تم اجراؤه في الاجتماع الاجتماع الفني ان النادي الالي تنازل عن مقعده في الجانب الايصر من المقصورة علشان يكون جنب جمهور النادي الالي في الجانب الايمن جمهور النادي الآلي نقول وبنأكد من خلال حضرتك 10.000 متفرج في حالة عدم حضور يعني اكتمال عدد 10.000 متفرج هيتم يعني المقاعد زي ما الاتحاد الأفريقي قرر في الاجتماع الفني المقاعدة تبقى فارغة يعني في حالة عدم تزاكر أو عدم وجود جمهور والتزاكر موجودة هيتم إخلاء المقاعد وعلشان جمهور النادي الآلي يكون قاعد برحته ملعب أرض ملعب أفضل يعني من أفضل الملعب الموجودة في القرى الإعلامية أو النقل التلفزيوني شايفين عدد كبير جدا زي ما حضرتك شاف معي يا كابتن إسلام الكاميرات في كل مكان تتجاوز 16 كاميرا هتكون يعني تنقل هذه المباراة أعتقد يعني انت شايف الإضاءة بقى بقى الملعب عايزة نفرد بقى عايزة نفرد مع حضرتك بتشكيل فريق الوداد لهذه المباراة هيكون أحمد التجنوتي في حراسة المرمى 4-1 4-1 هي طريقة وليد الرجراجي أحمد التجنوتي في حراسة المرمى قدامه اتنين مساكين أمين فرحان وأشرف داري على اليمين أيوب العملود وعلى الشمال يحيى عطية الله قدامهم لبرو مقلوب اللاعب يحيى جبران قدامه أربعة زهير المترجي عبدالله حيمود بديع أوك وأيمن حسوني ورأس الحربة مبنزا لو في تبديل في التشكيلة كابتن إسلام هيكون هو ما بين زهير المترجي وجلال الدودي ده التشكيل بنسبة 99% لفريق الوداد في هذه المباراة بإذن الله كابتن إسلام فاروق أنا بشكرك جدا وانت معنا النهاردة طبعا طول الوقت لغاية لما تنتهي هذه الحلقة عايزين ننقل كل ما يخص بعتة النادي الأهلي في المغرب لأنه في النهاية كل جمهور النادي الأهلي النهاردة ينتظر ماذا سيفعل النادي الأهلي في مباراة بكرة أنا بشكرك شكرا جزيلا